السلام عليكم اسمي ضياء ضياء و انا عقلي مافيش نهائي عقلي مظلم خرش على رأسي براسي تبات اصدقاء السوق و صديقات السوق ووصلوني و اضرق لهم بسدود سوف نتحدث لكم سوف نعود لكم لا نضرق لكم حتى حاجة سوف نعودها لكم بالتفاصيل يريد تسمطوا لها البنات التي يقرأوا البنات اللي بقين في مقصبة العمر في بداية الحياة ديالهم ويستفدوا من هذه التجربة وهي تجربة متواضعة ويستفدوا من الفشل ديالي قبل أن نبدأ القصة يريد تشاركوا في القناة و تضروا لايك للقصة و تجعلوا لي التعليق فيها الرأيي لكم مشكورين نبدأ لكم القصة اسمي سيديال البدايات المشاكل الذي يقعوني في حياتي كانت في السنوات الأخرى في الكوليج أنا بدأت المراهقة و جاءتني المراهقة الصعوبة بسبب المراهقة الخيبة المراهقة جاءتني إلى اللبس على الماكياج و أرى هذا كلها أنا مراهقة صغيرة و أريد أن نشر المراهقة و أضعه في اللابلوس في الطاب يمنى أن نستطيع الدراسة و أضعه في الكهتاب و أضعه و أضعه المراهقة و أضعه أضعه المراهقة و لديه مراهقة و هذه المراهقة و مرحبك و أضعه و هذه المراهقة و هذه المراهقة و لا اتساعدت فأنا في الطريق و سأتسابه والبداية و هي الطريق الذي يجبني أعدني لأنني أمور ، وينبين سبيناع ، وكان أريد أن أهتمو بي وعشريني لفعل أجل قرراني وانا يقول لما أني بأس فتاة هذا سابقا يقول انها مغادر صحي ووالها لأنه أحناك عاني وانا قلت على الرسول كانت شألة مغادر شكل مغادر لكن اذن أن نستقاد سنخرج من دار شعري مجموع عادة نسمى هذا في التطريق سابقا وكذلك للمرايا بالصرحة وكذلك قد حاجة وكذلك عليك المقبض عن عقل صافي وكذلك يسبب وعجب علم الانيان يتبذل يدع من مالك تلك الأنسان ووت المرة يتبه بحزن علم الخزن للأجمد وعجب من أخبرهم ما لن تفعل شيء خائبة هذا يبدأ بالعداد في هذه الساعة كانت أول علاقة مريئة في هذه السنوات المهم كان يريد أن يسمعه ويبقى يقول لي فرات الرزمين ونصافة من بعد فشلت الليسي بدأت بحلل وراها قائرة ولكن خلت فيها الأعثار ديالها حسب قيدة الإنسان الخفيفة وزدت الوقت تكملتها كانت صاحب مع البنات اللي عندهم مش هدف القرية بغير يخرجوا صافي كانت تصنع وقفة في الشارع وكأينها كده كانت تقلب على الطنبي الزوينة، الطنبي الإنماركة، الطنبي الخارج، هذه المدينة، هذه المدينة صافي هذا هو أول هدف ديالهم كانت اطلاقًا مع الذهاب الشباب لتصنع للذي تطلق مع الذهاب الإنسان، تطلق مع الذهاب الصابت وكانت تصنع كل ميت، وكانت ترون في حاجة إلى مدينة كانت تقريبا، كانوا أصبحا نظروا كان هم أصبحوا مني وقدموا تجربة في هذا الشرع كان يخصروا شيء اللي يتعرف الأول سوف يخرجون و يخرجون و يدورون و يتسارون و يخلص عليهم القهوة و يخلص عليهم القهوة و يدخلت معهم انا في هذا الشيحة انا و يدخلت بحالي بحالهم تماما دارنا ما عارفين هناك حاجة من هذا الشيح عارفين ان ابنتهم كانت تخرج و كانت تقرأ و كانت تفرط في قرايتي اكثر واكثر صافي كانت تصدق عليها و كانت تفعني و كانت تصدق عليها حياتي كانت تضيع في الوقت السنوات و كانت تصدق عليها انا و بعد انتظرت لأشتراسي و نحاول ان اتخلص بالترابة و انت تخلص لبنائها و كانت تزايدة امدراسة كنت بلية شي طنوبيل ديزا كنت بحيني هكي بجنب كنشوف الى بلية شي واحد يلعجبني والعجباتني الطنوبيل وكي بلية نعضل الفلوسة في الى ادواء معايا ولا مغانين لنركب كنركب معا وكنمشي الهدف ديالي غي الخروج غي غينتسارة في الاول حسن القرى الترسيدة خلف علاقات محرمة وعنف الليسي كنت تفكر هذو كل الاوقات و هذو السنين كان ندمع لهم بزاف و هذو كل ما تلموني اني نكمي في ذلك الوقت جديد اول قرى في ذلك الكمية في الاول ما اشبعتني شريحها المرة الثانية كان كميه شوية و كنت يجي نرى القرى رمز هذه التقف النفس و رمز هذه المنت اللي هي وعيها و اللي قافزة و المطورة شوية بشوية و كنت يعجبني كان شريح صفيحة قطرسي و الذي يتمد من عليه و الذي يتمد من على الخروج و الذي يتمد منه على العلاقات الغير شرحية يعني صفيحة قطرسي حياتي و لاس مجد فين وصلت للباك حسن قطرسي صفير ادوز بزاف 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 و بلا فائدة ما كان نستفد حسن شي حاجة ما كان نخد فلوس من هذا اللي كان نخرج معهم ما كان نستفد منه شي حاجة الهدف ديالي غال خروج لماذا نخرج و نضحك و نالعب و نناكل و نفوج وذلك الساعة قطرسي من درجة اني قطرسي لأنني ما كان نتوقع الأسباب والدراءة الهائلة على الزائدة في حالة كنت لم ترنت عن السابق و مستحبت معي المترجة اللي كان صافينا يعني اتوقع على فارغة حياة الطائع و الفسد الفابر صافي في هذا الوقت و سنة نتخيله في هذا العام الذي أريد أن أجلبه الباك و نجح و أنا كتو أحد الإنسان المقافظة و مطورة و ليس بحل البنات الأخرين كتو أجل أن أضحك و أرى أن أتضحك و فقدت الشرف لي فهذا العام الذي أريد أن نجح فيه و فقد فيه الشرف و صافي و تحطمت و تحسي أجل أن أحسيت و حاولت ذلك فأنا أتصدمت و عرفت رأسي و أخريت على رأسي و أقرأت نفسي و أتضيع المستقبل تبقى عليها و و قلت يونه و قلت أخريه إلى ما أخريه و ما أدرت الفعل أخرى فيما أخريه هو عكسي فأخري هذا هو القلت أن أخرج النار و أصل إلى الأمر أن أمريระ الهر و أتخري هدا لقد جمعت الأدائج. كان أحد الظهر لديك معها و لم أرى طبعه و لم أرى المدينة أخرى لدينا أشياء الصادقة ولم يستطيع إصلاف بهم نهائيا حتى الكثير من التلفون أصبحت فضلك وما أشياءت الشيء في الحياة عند حياتي أصبحت حياتي لقد شغلت Builder ومشاركة والظامر ومشاركة كلمة ومشاركة أخرى ولم ينالك حيث الحياة مختلفة عشت معك سيد عامين وانا معه بدون عقد زواجيني في الحرام وقت عيشه معه حتى الوحيد نهار بغي يتزوج وصافي جرع لي منطار لحنيد الشعره لحنيد الزنقة بدك يتنادم معي رحل بزاف صافي بحل بدي سكان وعاك نشوف راسي انسان دوس مع ذاك الوقت وكان عندي واحد الامل انه سوف يتزوج بيه سوف يتزوج بيه سوف يحلال ولكن قلي واحد الكلمة اللي بحل الشيء شوى ما وصلني لليه شاهد فيه في القلب دي قلي لي ان اتتزوج بوحدة بنسنقة قلي لي بغيت نزوج غير نقلب على بنت دارهم ومريحة ان نسلي ديك الكلمة ذات ساعات تفكرت دارنا وعائلتي وقشنو درت فيهم والليس كان افكر اني رجع للدار لنطلب منهم اسماحه حقا كنت لايشه ضجئ للنار صعبة نحن أطلب من أن أجل سماعا و أن أجل السه unexpected كان يبضلون الفلك أنا أقدر من فلك ف��rut Absol声 من المشكلة قدمت يبق profitable ودعونا ومريضة ومرضة في الساف كانوا خائفين وكانوا خائفين الرجاء كانت مريضة ومردت باللقاء ورغم من كل شيء يتعلم وقرأت أمي وصاة قبلوني وكانت أمي ودرجعين بك بالي وقفت وخمس يكون يوقع بك صافي ونزع بك لإخبار الحمم وحبت حتي نحن نحن بأبننا ونحن أجددنا في هذه الساعة عارفت قيمة الطار و قيمة العائلة و عارفت العضاء الذي قمت بها لا يغتفر ولكن لقيت في الأخير الحضن الذي يحماني والذي يستقبل عني والذي يسمح لي وغفر لي على كل شيء يسمحوا لي ويستقبلوني ويقلبوا لي على شيء ما يديرها لنعوض في هذا الشيء الذي يداز كامل و لقيت رأينا هذا الشيء كامل الذي قمت بها كان غير ضايا على الوقت و ضايا على نفسي و ضايا على صورتي و ضايا على الشرف و لم أستطيع أن أتمنى شيء أعود لكم هذه القصة يريد تسافضوا من هذا الشيء قلبنا تردت تقمى فيها تربح الخروج لم يكن منه تفائدة الرجل لم يكن معه بالشروط و بالعقد و بالحلال لا يوجد أن تسافضوا من هذا الشيء و تضيعي في نفسك و تضيعي في رأسك بالباطل يريد تسافضوا من هذه التجاربات و عونوني غيب التعادي لكم يريد تدعوا معي بسهل علي يحسن علي و يصاب لي اليهم و عقلي رهر جاء علي و استفدت من أنا من هذه التجاربات و عمري من نعود نمشي في هذا الطريق الخائب الذي نمشي فيه الله يسمح لي و اشتركوا في القناة